لان الخطوة الاخرى مهما فكرة كويالك ولان كان الامر في تكسينها السري وجفنها السري ليلا امر خاص بالجيل المعاصر لها سلام الله عليها لانه وانما هم مثلا كتا وقتا يحرون تكسينها ويحرون دفنها احنا طبعا ما موجودين لا فخصاء قبرها ليس امرا خاصا لذلك الجيل بل عام لتائر اجيال الاسلام وهي علامة غير محمودة طبعا واعتبرها سوء توفيق سوء توفيق لكل اجيال الاسلامية ابتداء من الجيل المعاصر لوفاتها والى الان والى حين يتضح الامر بظهور الحق الاطيل السلام الله عليه فليس فينا اي شخص يستحق ان ينال هذه النعمة الخاصة والرحمة الحقيقية مهما كانت هذا الشخص مهما كانت هذا الشخص عاليا في دين او دنيا شكرا شكرا